بين رقعة الأبيض والأسود تصطف قطع الفساد مضطربة وهي تترقب منه الانتقال إلى حركة الكشمالك تحركاته كانت دائما محل جدل وغير متوقعة بالنسبة لخصومه وهكذا يناور ويرتب زعم التيار الصدر مقتدى الصادرة صفوفه للعودة إلى المشهد بعد اعتزال دام لأشهر تقول مصادر مطالعة لوان نيوز أن التيار الصدري يخطط لعادة تحالف الثلاثي إلى الواجهة التقارب مع الحزب الديمقراطي الكردوساني وتحالف السيادة لا يزال قائما وسيعود من خلال انتخابات مجالس المحافظات يزيد المصدر المقرب من الحنانة بالقول أن الصادر مستمر بالتواصل مع حلفائه السابقين بمن فيهم محمد الحلبوس رئيس مجلس النواب وكان هذا التحالف الذي يضم أقطابا شيعية وسنية وكردية هو الأول من نوعه منذ تغيير نظام الحكم في البلاد وكان قريبا من تشكيل الحكومة بالأغلبية ونبذي المحاصصة الطائفية بين الأحزاب ويبدو أن التيار سيستغل حالة الامتعاض الموجودة لدى القوى السونية من الإطار التنسيقي وانقلابه على الاتفاقات المبرمة ضمن اتفاق تشكيل اتلاف إدارة الدولة وذلك للعودة وترميم العلاقات داخل التحالف الذي عرف سابقا باسم إنقاذ وطن كما يظهر أن التيار أكثر جراءت عنه في استغلال الخلافات بين القادة الكوردة وزعماء الإطار التنسيقي الذين يعرقلون مساعي الحكومة المركزية لتصفير المشاكل بين بغداد وأربيل لكن المفاجأة هنا غير متوقعة مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة السابقة ضمن التوجهات الصدرية الجديدة الكاظمي سيكون جزءا من التحالف الثلاثي باعتباره يقود جهودا لتوحيد صفوف القوى المدنية سيد مقتدى كان له موقف وطني الطلب الوحيد الطلبة سيد مقتدى من عندي والتيار هو طلب واحد فقط الآخرين محل ما طلب من عندي وقولها بكل شجاعة وعرفها يزعلون الآخرين قال بس دير بالك على العراق خالي وسيطة الله محمد وعلي ولطالما كان الكاظمي مقربا من جبهة الإصلاح التي يقودها الصدر حتى إذنه وصفه ذات مرة بسديد المقاومة وهو مصطلح أثار استياء حلفاء إيران الذين يحتكرون هذا الوصف لصالحهم رغم تقاربهم أخيرا من واشنطن وتنازلهم عن قضايا كانت توثير حساسية كبيرة بينها ملفوا إنهاء التواجد الأمريكي في العراق